واساسي جدا وان شاء الله يكون ليه تأثير ايجابي على الحالة الزهنية والبدنية للنادي الاهلي في الفترة اللي جاي مش بس مطش الترجي حتى ما بعد مطش الترجي ان شاء الله ووصولا لنهائي افريقيا ان شاء الله ربنا يكتب لنا التتويج بها لكن الاهم من ده كمان بشوفها فرصة الاسماء بعينها انا مش هتكلم على اسماء بس انا شايف انه فرصة دي ممكن اسماء بعينها يمكن كتغايبة او مستوها يعني متراجع شواء الفترة الاخيرة مازال جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا في انه هم يرجعوا لفرمتهم ويستعيدوا مستواهم اللي بالتأكيد لو وصلوله اعتقد هيكونوا كلهم اصحاب بصمة مهمة جدا مع النادي الاهلي الموسم ده مش بس برضو مباراة الترجي خليني اقول لحضراتكم بقى بعض الاخبار عن اليورو وبعيدا عن الكرة معنا شوية اخبار مهمة يمكن تهم كمان الناس اللي بتحب التنس بس بداية فيما تعلق باليورو حضراتكم عارفين انه كان فيه صدمة كبيرة جدا بالنسبة لمنتخب هولندا بانه فان دايك بسبب اصابته مع ليفر بول طبعا مش هيبقى موجود كمان الحقيقة دي لخت تم علان انه هو هيغيب طبعا مدافع منتخب الهولندي هيغيب عن اول ماتشاط هولندا في اليورو مفترض ان هما ان شاء الله هيلعبوها قدام اوكرانيا بكرا ان شاء الله وطبعا دي لخت لعب اليوفي الايطالي هيغيب بسبب اصابته في اعلى الفقد خليني اقول لحضراتكم انه هولندا من المنتخبات اللي دايما الحقيقة بتقدم كرة محترمة جدا وعندهم عناصر كتير جدا مميزة النهاردة رشح لحضراتكم ماتش انجلترا وكرواتي انا بشوف انه ده اهم واصعب واعنى في مواجهات اليوم واعتقد انه تشكلة انجلترا بتقول انه انجلترا جاية تروح لبقية كرواتيا يبقى واحد من المنتخبات اللي يمكن مش منتخبات صف الاول او المنتخبات المرشحة لكن دايما خصم عنيد وند عنيد للمنتخبات الكبيرة جدا في اوروبا نروح لصلاح صلاح الحقيقة اللي يمكن فيه بعض التقارير في انجلترا اتكلمت على انه حالكم عارفين انه صفقة فينالدوم اللعب المتوسط ميدان الهولندي والانتقل لباليس سان جرمان من الممكن انها تلقي بظلالها على مشوار محمد صلاح مع نادي ليفر بول اغلب التقارير بتقول انه بعد رحيل فينالدوم بعد مسيرة اعتقد انها كانت نكحة جدا مع ليفر مسيرة استمرت حوالي خمس سنين شهدت فوز ليفر بول بعدد كبير من البطولات كان اهمهم طبعا الدوري الانجليزي والشامبينز ليج فانه ده من الممكن انه يفرد على ادارة ليفر بول انها تجدد لصلاح باي شكل من الاشكال وتحت اي بند من البنود او شرط من الشروط لانه بتشوف انه غياب فينالدوم هيحتم على ادارة ليفر بول انها تحافظ على العمود الفقري للفريق او اللعيبة الاساسية في الفريق واعتقد صلاح هو واحد من اهم وابرز لعيبة ليفر بول في الفترة الاخيرة نروح لفرنسا وتحديدا الصحف الفرنسية حضراتكم عارفين طبعا وعشاء التنس عارفين ان واحدة من اهم بطولات العالم واحدة من بطولات الجراند سلام هي بطولة